بسم الله الرحمن الرحيم أركان الصلاة أول هذه الأركان القيام مع القدرة على القيام والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فدل ذلك على أن القيام ركن من أركان الصلاة ومن لم يستطع القيام فيصلي على الحالة يستطيعها لكن إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته غير صحيحة وذلك في الفرض أما النافلة فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام لكن بنصف الأجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وهي نفتاح الصلاة ركن من أركان الصلاة وهي التكبيرة التي تكون ركنا في الصلاة وما عداها من التكبيرات فهي واجبة ودليل أن تكبيرة الإحرام ركن قوله صلى الله عليه وسلم للموسي في صلاته استقبل القبلة وكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير فلو دخل في الصلاة بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام فلم يدخل في الصلاة معناته أن صلاة غير صحيحة الركن الثالث قراءة الفاتحة أيضا هذا ركن لا تصح الصلاة إلا به ويكون في النفل وفي الفرض سواء ويستثنى من ذلك المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة فإن ذلك يستثنى من قراءة الفاتحة إذا قراءة الفاتحة ركن سواء في الفرض أو في النفل فمن ترك قراءة الفاتحة مع قدرته على القراءة فصلاته غير صحيح ويستثنى من ذلك المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال بعض العلماء قراءة الفاتحة ليست رقنا مطلق هو يصلي بها لكن لو لم يحسنها فصل بغيرها وقرأ آية من القرآن الكريم فإن ذلك يكفي واستدل بعموم قوله سبحانه وتعالى فقرأ ما تيسر من القرآن لكن قوله فقرأ ما تيسر من القرآن هذا في غير الصلاة أما الصلاة فقد ورد الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي أن من ترك قراءة الفاتحة فصلاته غير غير صحيحة لأنه ترك رقن من أركان الصلاة وقال بعض الأهل العلم أيضا قراءة الفاتحة رقن في حق غير المأموم يعني رقن في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فإنها ليست برقن لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية وعلى هذا لو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة هذا عند بعض العلماء واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن هذا الحديث كما قال ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف فلا تقوم به الحجة قال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية واحتج من ذهب إلى هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ما لا يجهر فيه من القراءة بقيت الفاتحة ركن كالصلاة اللي لا يجهر فيها بالفاتحة الركن الرابع الركوع ودليل هذا الركن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فأمر الله بالركوع ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا من السنة للموسيقى في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وهنا اركعوا في الآية وفي الحديث اركع هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب والوجوب والفرضية بمعنى واحد عند الجمهور من الأركان الركن الخامس الاعتدال أو الرفع من الركوع الرفع من الركوع والعودة إلى الوقوف هذا ركن من أركان الصلاة والدليل على ذلك حديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما حديث الموسيقى صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما وقال بعض الفقهاء يستثنى هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف يستثنى من هذا يعني من الركوع أنه ليس بركن الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف فإن ذلك سنة ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة وصلاة الكسوف في كل ركعة ركعان فالركوع الأول يكون ركن والركوع الثاني يكون سنة ولو تركه الإنسان فصل صلاة الكسوف ركعتين كالمعتادة فإن صلاته صحيحة هذا والله أعلم